يعني ده ممكن يخلينا نقول فعلاً أن سرعة الانتخابات ممكن تكون جات يعني معاكسة لشباب الصورة؟ أكيد، أه، وعشان كده ممكن نقول أن الطيار الديني دفع بكل قوة أن الانتخابات تسبق الدستور لأنه هو المستعد بس ده تفسير سلوكي، لكن النية ربنا اللي أعمل بها يعني لو كنا أجلنا الانتخابات تتخيل أن كان الوضع حيبقى مختلف؟ والله ممكن يكون مختلف تأجيل ولا دعم؟ ولا لو كنا دعمنا شباب الصورة؟ لا، بالعكس، الدعم مكانش هيبقى هو المكسب المكسب أن هم اللي يكتسبوا الخبرات لكن كان على الأقل لازم نبدأ البداية الصحيحة يعني أنا مش معنى أن أنا بقول أن مصر مختلفة؟ أن أنا ما تعلمش من الغير تجربة التونسية تجربة عظيمة جدا البداية بالدستور، ده الطبيعي أي دولة في العالم بتبدأ بالدستور؟ طبعا هو اللي بيحط الخطة والخريطة وكل شيء أنا ممشي أبطان في البحر من غير خريطة وده للأسف اللي تخيلوا شباب الصورة يعني في كل المليونيات اللي كانت بعد صورة 25 يناير تخيلوا دايما أن الدستور هيبدأ في الأول فيمكن كانوا يمركزين أكتر على أنهم يحققوا مطالب الصورة أكتر هم ينظموا تنظيمات سياسية طب حررتك حضرة مليونيات بعد 25 يناير؟ أه طبعا حضرت كتير وردود أفعال الشباب كانت عاملة زي؟ الشباب زيه في النقطة دي زي الشعب مش حاسس بالتغيير وهنا قلنا تغيير الإدارة والسلطة فعنده نسبة غضب عالية وما زالت مستمرة أدي واحد اتنين طبعا موضوع أهالي الشهداء والمصابين موضوع حاسس إحنا شعب عاطفي جدا وعدم حصولهم على حقهم مش المادي ولا التعويضي لا القصاص عامل جرح كبير لكن برضو ده أنا متطمن جدا إنه هيتم بإذن الله طب إيه رأيك في الاعتصام اللي موجود حاليا أمام مجلس الوصف؟ طالما هو ما بيعطلش مصالح وفي إطار معين خلص طب تفتكر حلو إيه؟ حلو هو الحل السياسي إن الناس دي لها مطالب عند جهة معينة بيتنزل هذه الجهة بتشكل لجنة وبتنزل تناقشهم في مطالبهم بكل هدوء هذه المطالب إما شرعية وممكنة فيتم الاستجابة لها وإما غير شرعية فيتم رفضها بكل بساطة الحل السياسي عايزين يعني نبتعد بقى عن إن مش الأمن العنف هو الحل يعني كان بيتقال إن الحل أمني لا ده حل اسمه حل عنف ده لازم يتوقف وتبدأ السياسة تعلى وده هيحصل في حوال لازم يكون في حوار لابد من الحوار لابد من الحوار كان فيه كلمة كتير جدا أحب أتكلم معاك فيه النهاردة بس للأسف فكرتنا خلصت أستاذ عبد العزيز شرعب واصل خباز الفصيح إن شاء الله أشكر حداك جدا ونورتنا وإن شاء الله أنا ألتقي بك في فكرات قادمة بإذن الله بشكرك جدا أستاذيزي مشاهدينا أعتقد معينا تقرير دلوقتي عن عزاء كاتبنا الكبير أحمد بكتت حنشوف العزاء ونرجع نكمل معاك في فكرات شكرا